فهذه الجنة لا يدخلها إلا الطيبين كما قال الله جل وعلا في سورة الزمر أن الملائكة ينادون أهل الجنة ويقولون سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين وقد فسر أهل العلم هذه الآية بقوله طبتم أي قد طابت أقوالكم وطابت أفعالكم وطابت أعمالكم وطابت سرائركم وطابت ذهر ظواهركم فادخلوا الجنة خالدين وأما من كان من أهل الإيمان في أهل الدنيا ومن من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان عنده شيء من الخبر فإنه إما أن يطهر حتى يكون طيبا في الدنيا فيرسل الله عليه من البلايا والمصائب ما يطهره بمعاصيه حتى يبشي على الأرض فلا تكون عليه خطيئة واحدة ليدخل الجنة طيب ومنهم من يعاقب في قبره فيضم ضمة أو يحاسب أو يحاسب في القبر أو في أرض الحش أو يصفى في نار جهنم وليان بالله حتى يدخل الجنة طيب لأنه لا يمكن لا يمكن أبدا أن يدخل أحدنا الجنة وفيه مثقال ذرة من خلف ولكن الطيب سبحانه وتعالى لأنه طيب لأنه طيب جل جلاله ينادي عبده يوم القيامة فيقرر على ذنوبه ألم تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا فيقول بلى يا رب فيقول الله وهذا كله من طيبه انظروا إلى هذه من طيبه جل جلاله أنه يقرره على الصغائر ولا يقرره على الكبال فيقول يا عب ألم تفعل كذا فيقول بلى يا رب بلى يا رب بلى يا رب فيقول الله اذهب فقد سترتها عليك اليوم وأنا أغفرها لك سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيدخل الجنة فيقول يا رب ما زال هناك ذنوب لأنه يقول اذهب فقد سترتها عليك اليوم وأنا أقلبها لك حسنات حسنات لي قلبها حسنات لأنه طيب والله لأنه طيب جل جلاله لأنه طيب فيقول العبد لأنه يطمع أن تقلب الكبال الآن وقبل قليل كان خايف أن تمرح فيقول يا ربي يا ربي يا ربي ما زال هناك لي ذنوب فيبتسم الله وهنيئا لمن ابتسم الله لك لأنه طيب فيقول يا ربي يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فادخل الجنة فيذهب فيأخذ كتابه بيمينه فيذهب لآل المحشر وهو قبل قليل خايف أن يفضح أو خايف أن يؤتى باسمه لا يريد الناس يعرفه بما يعلم بما عنده من الدعو فيقول ها هو مقرأ كتابي اللهم يا طيب اللهم يا طيب اللهم يا طيب نشيدك على حبك ونشيدك على حب من يحبك ونشيدك على حب كل عمل يقربنا إلى عبك فاللهم يا ربي يا طيب طيب أقوالنا وطيب نياتنا وطيب سرائرنا وطيب أعمالنا وطيب أفعالنا وطيب أخلاقنا وطيب زوجاتنا وطيب أولادنا وطيب مكاسبنا وطيب أرزاقنا وحاشاك يا طيب أن تعذبنا ونحن نحبك اللهم يا طيب نشيدك على حبك ونسأل الله جلنا وعلى أن يعفو عنا وأن يربع درجاتنا وأن يكفر لوالدينا ولكل من قال آمين آمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصد